اهلا بكم مشاهدين في ساعة الاخبارية من العربية نبدأها بالعنوين تضارب في الانباء بشأن الافراج عن القيادي في الحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح مكنزي يؤكد ان ايران تشكل اكبر تهديد اقليمي والوجود الامريكي يهدف لردع سلوكها جوتير الشي يحذر من تدهور الاوضاع في تيجراي ووزير خارجية ايرتريا يحمل واشنطن مسؤولية الحرب بكين تشبه اتهام واشنطن بتسرب كورونا من مختبر يوهان باتهام العراق بانتلاك اسلحة دمار شامل اهلا بكم تضاربت الانباء حول الافراج عن قيادي في ميليشيات الحشد الشعبي المعتقل في بغداد قاسم مصلح حيث افادت وسائل اعلام عراقية عد ان مصلح الذي عتقل على خلفية تورطه في عملية استهداف للقواعد العسكرية واغتيال ناشطين اطلق صراحه يوم امس وفيما لم تؤكد الحكومة هذه المعلومات قالت وسائل اعلام محلي جهانا قضاء افرجا عن مصلح لعدم كفاية الادلة ضده يذكر انه اعتقل في السابع والعشرين من مايو الماضي واثار اعتقاله غاضب ميليشيات الحشد الشعبي التي طوقت المنطقة الخضراء حتى تدخلت القوات الامنية وانتشرت لتأمين المنطقة مشاهدين معنا من بغداد المحلل السياسي السيد نجم القصة مرحب بك أستاذ نجم معنا على شاشة العربية إذن بداية هل تأكدت لكم المعلومات حول الافراج عن قاسم مصلح أم أنها ما زالت متضاهرة مرحب عليك إلى الآن تضربت الانباء منذ مساء امس إلى اليوم هناك من يتحدث بان اطلق صراحة ومن نفى ومن يتحدث بان اليوم ظهرا سوف يطلق صراحة يذهب إلى كربلاء وطبعا هذا غير ممكن كان يتوجب على من يمثل السلطة التنفيذية والقضائية أن ينفي أو يؤيد ما تم تداوله في الإعلام الأمر الآخر نحن اليوم تعلمنا منذ أن تم جعل المادة الرابعة من الإرهاب عندما يعتقد شخص وفق هذه المادة على الأقل يبقى في الحجز أو في التحقيق أشهر اللي يكون سنوات وهناك معتقلين منذ سنوات لم يتم حسم أمرهم هل يتم إطلاق صراحة أم الحكم عليهم طيب وبناء على ذلك سيد نجمع ذلك على مقاطعتك فقد استوقف عند هذه النقطة هل يعني الإفراج عنه إذا تم أنه إفراج سياسي أم قانوني؟ يعني أنا استبعد مجلس القضاء الأعلى رغم هناك ضغوطات عليه عندما يتم اعتقال شخصية عامة سواء كانت اجتماعية أم سياسية أو عسكرية لكن هذا يعني بأن القانون سوف لا ينفذ بالعدالة والقانون لا يحتاج إلى التشدق بقدر ما يحتاج إلى الإلزام والالتزام والعدالة على الجميع لغض النظر الانتماء العرقي الحزبي الوظيفي وهذا ما نعول على القضاء وما نعول على رئيس مجلس القضاء على السيد فايق زيدان أن يكون فعلا القضاء منفصل عن السلطات الأخرى لأن اليوم الشعب العراقي نتحدث في صراحة لا يثق بالقوى السياسية ولا العملية الانتخابية عندما يتم التعامل بمكيالين وهنا السؤال أيضا سيد نجمع كيف سيتعاطى مع نبأ الإفراج إذا تم وهو الشعب الذي بحى صوته بمسألة محاسبة المتورطين في اغتيال النشطاء والمتظاهرين أيضا يعني احنا مع القانون ومع قرار القانون ومع قرار القاضي إذا أطلق صراحة أو إذا مدد التوقيف بحق أي شخص سوى مصلح أو غير مصلح ولا نعترض على قرار القضاء إذا كنا فعلا نتحدى بالدمقراطية لكن أنا أعتقد وحسب ما أجرينا استطلاعات في المورد بأن سوف تعود التظاهرات وخصوصا في مدينة كربلاء المنزعجة والتي الآن فيها غضب جماهيري وشعبي خصوصا بعد اغتيال إيهاب الوزن وفاهم الطائي وكثير من الشخصيات الناشطة في التنسيقيات في كربلاء وهذا يعني سوف تتوحد التنسيقيات في الوسط والجنوب مع بغداد وتعود التظاهرات ليس على شخص سواء الحكومة أو السلطة التشريعية وإنما على النظام السياسي الذي شكله وأستسه بعد 2003 في عجالة أستاذ نجمو باختصار الكاظمي كان هو أمر الكثيرين في محاربة الفصائل والميليشيات الموالية لإيران الآن يتجدد السؤال من القادر على وقف إيران عند حدها ومنعها من تدخل في شؤون العراق أولا تتحمل النخب السياسي الأبوية التي حكمت البلاد منذ 2003 لم يكن هناك خطابا موحدا على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي وضعفها شاشة في تأسيس النظام بالتأكيد تدخلات إيرانية تركية من أي دولة أخرى وهذا يتحمل النظام أولا وتتحملها النخبة السياسية أنا أعتقد المرحلة المقبلة لا بد أن تتغير الأخطاء التي ضربت الدولة العراقية بعد 2003 هو الذهاب إلى الانتخابات وإبعاد الجيل أو الرعيل الأول وانتخاب شخصيات جديدة وعدم السماح بالتدخل لا إيراني ولا غير إيراني وضحت الفكرة من بغداد كنت معا المحلل السياسي نجم القصاب شكرا لك أستاذ نجمع على هذه المشاركة عراقيا أيضا مشاهدنا يصل وزير الخارجي البريطاني دوميني كرام إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا وسيلتقي راهب كلا من رئيس الجمهورية برحم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي بالإضافة إلى نظره فؤاد حسين ومن بين الملفات التي سيبحثها وزير الخارجي البريطاني تواجد قوات التحالف الدولي في العراق والعلاقة بين بغداد ولندن من بغداد مشاهدنا أيضا معنا مراسل عربية منتظر الرشيد مرحبا بك منتظر إذن متى سيصل الوزير البريطاني إلى بغداد وما هي أجواء مقبل الزيارة إلى الآن لم يصل وزير الخارجي البريطاني إلى العاصمة العراقية بغداد لكن وصوله لن يستغرق طويلا تنتظر بغداد استقبال وزير الخارجي البريطاني بعد قليل في مطار بغداد أول من سيستقبل دومينيك راب هو وزير الخارجي فواد حسين الذي سيستقبله طبعا ومن ثم سينتقل راب إلى لقاء الرئاسات الثلاث الجمهورية رئيس الجمهورية برام صالح ومن ثم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إضافة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هذه الجولة أول الملفات التي سيناقشها طبعا وزير الخارجية البريطانية مسألة وجود قوات التحالف الدولي في العراق إضافة إلى مساعدة القوات العراقية من خلال التدريب وحتى المساعدة في التسليح إضافة إلى ملفات أخرى على رأسها أيضا الانتخابات ودعم الحكومة العراقية في إجراء هذه هي الانتخابات بريطانيا من أكبر داعمين طبعا للعراق في مسألة إجراء هذه الانتخابات إضافة إلى مساعدة القوات العراقية طبعا تأهيلا وتدريبا وحتى تسليحا لمواجهة طبعا خطر داعش وجميع الجماعات المسلحة الأخرى التي تهدد سلطة الدولة ووجودها هنا في بغداد وفي العراق أموما وزير الخارجية البريطاني هذه الزيارة هي لن تدوم طويلا ستستمر ليوم واحد فقط ومن ثم يعود بعدها إلى لندن لكن هذه الزيارة سبقتها طبعا زيارة أخرى لمسؤول أوروبي آخر زار بغداد أمس وأيضا سبقتها زيارات لمسؤولين آخرين يبدو أن مسألة بحث دعم الناتو للعراق في مواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة الأخرى يبدو أنها مثار اهتمام هذه الدول وتحديدا حلف الناتو إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية طيب من خلال هذه الزيارة وجدوا لها أيضا منتظر هل هناك أنباء عن أنه قد يزور القوات البريطانية المتواجدة ضمن قوات التحالف في العراق أم لا لم تردنا أي معلومات بهذا الصدد وحتى وإن قام بزيارة كهذه فلن يتم الإعلان عنها لدواعا أمنية أكثر من مسؤول أمريكي زار العراق دون أن يتم الإعلان عن هذه الزيارة إلا بعد عودة المسؤول الأمريكي ترامب زار قاعدة عين الأسد من دون أن يعلم أحد وبعد مغادرته تم الإعلان عن هذه الزيارة إذن هناك أسباب ربما تحول دون الإعلان عن تفاصيل أو جدوى الأعمال زيارة هؤلاء المسؤولين وتحديدا وزير الخارجية البريطاني لكن المعلن إلى الآن وما أكلته السلطات هنا أنه سيقوم بلقاء الرئاسات الثلاثة ومن ثم سيبحث مجموعة من الملفات بعض هذه الملفات أيضا ربما لن يتم الإعلان عنها لحساسيتها لكن المؤكد أن هذه الزيارة ستستمر يوما واحدا فقط سيغادر على أثرها راب عائدا إلى لندن شكرا لك من بغداد كنت معنا مراسل عربية منتظر الرشيد شكرا منتظر قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكنزي إن الهدف أو هدف الوجود الأمريكي في المنطقة هو ردع سلوك إيران ومنعها من التمادي في أنشطتها الخبيثة وأن إيران ما زالت تشكل التهديد الأبرز لاستقرار الشرق الأوسط وحول الحرب في اليمن قال مكنزي إن الحوثيين لديهم فرصة الانخراط في مفاوضات لكنه لا يعتقد أنهم مستعدون لاغتنامها وفي الوقت ذاته أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه مقتنع برغبة السعودية في إنهاء الصراع في اليمن مؤكدا أن مساعدة السعودية عسكريا أولوية أمريكية أما في العراق فأعرب القائد الأمريكي عن قلقه من لجوء جماعات مسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة في هجمات ضد قواعد عسكرية مشددا على أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها متابعة لهذا الموضوع المشاهدين معنا من بيروت الدكتور سامي نادر أستاذ العلاقات الدولية مرحبا بك دكتور سامي معنا على الشاشة العربية إذن بداية كيف قرأت التصريحات مكينزي حول إيران ونشاطها في متاقد الشرق الأوسط أيضا أعتقد أنها متوقعة هذه التصريحات وتأتي تماما في سياق الاستراتيجية الأمريكية التي أرستها إدارة ترامب وما قبل إدارة ترامب حقيقة يعني منذ أكثر من عقد يبدو واضحا أن الأولوية أو التهديد الأساسي لنجهة النظر الأمريكية هو انتشار إيران في الشرق الأوسط وبالتالي هناك تحديد لأولويات العقيدة الدفاعية الأمريكية ولكن دكتور سامي عذر لمقاطعتك لكن هل تعتقد أن السياسة الأمريكية الحالية متوائمة مع مستوى التهديد الإيراني الذي أشار إليه مكينزي اليوم مكينزي يعني يمثل المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدفاعية نعم الإدارة الأمريكية ربما غيرت بالنهج السياسي خاصة لجهة قرار متابعة المفاوضة مع إيران ولكن هذه الإدارة تحديدا لابد أن تأخذ بعين الأتبار ما تقوله المؤسسة العسكرية لأن أمريكا هي بالنتيجة دولة المؤسسات اليوم حتى الكونغرس يصغي إلى شهادات من قبل الوزراء وأيضا من قبل عسكريين وبالتالي اليوم تصريحات مكينزي تثبت التوجه المؤسساتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية الحسابات السياسية لها دورها ولكن لابد أن تأخذ بعين الأتبار ما تقوله المؤسسة العسكرية طيب وبناء على هذه المعطيات وباختصار لو سمحت كيف كان سيكون وضع إيران ونشاط أو أنشطتها في المنطقة إذا ما كانت إدارة ترام ما زالت موجودة في سدة الحكم أعتقد كانت الأمور سوف تأخذ منحا مختلفا وأنا أتوقع لو كان فاز ترامب أن يوقع اتفاق مكمل للاتفاق النووي الإيراني لأن المفاوضة بدأت منذ إشباط 2020 ولكن أتت جائحة كورونا وبدلت كل المقييس وانحسرت فرص الرئيس ترامب الوصول إلى الرئاسة واستفادت بدون شك إيران من تبدل السياسة في أمريكا ولكن هذا التبدل أعتقد لا يغير بالمسار استراتيجي واليوم بدأ واضحا من تصريحات المسؤولين على البيت الأبيض لأنه ليس هناك تقدم حقيقي على المسار التفاوضي والتهديدات طيب وهذا ما سنناقشه بعد قليل دكتور سامي التفضل بالبقاء ما سأعود إليك أمن جديد إذا مشاهدنا في شأن آخر اتهم منذ بو إيران في المنظمات الدولية على هامش اجتماعات فيينا لوكالة الدولية للطاقة الدرية بأنها تنفذ أجندات سياسية وقال المندوب إن نهج مدير الوكالة الدولية للطاقة الدرية قد يصبح عائقا أمام التعامل والتعاون بين طهران والوكالة داعيا الوكالة الدولية إلى الابتعاد عن الأجندات السياسية على حد وصفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن سرعة البرنامج النووي الإيراني الحالية ستقلص وقت صنع القنبلة النووية لبضعة أسابيع ستقلص وقت صنع القنبلة النووية is that meanwhile its program is galloping forward it has lifted restraints imposed on it by the agreement including the amount of enriched material that it has material that's now in some cases enriched up to 20% and even a small amount to 60% it has started to deploy some more advanced centrifuges the longer this goes on the more their breakout time gets down the agreement had pushed it to a year or more it's now down by published reports to a few months at best and if this continues it will get down to a matter of weeks exactly what we saw to avoid and what the agreement stopped وفي مقابلة مع العربية قال وزير الخارجية البرطاني دومينيك راب إنه لا يمكن السماح لإيران بانتلاك قدرات نووية عسكرية وشدد على أن أي اتفاق مقبل مع إيران يجب أن يشمل أنشطتها المزعزع الاستقراري في المنطقة نركز على مجموعة واسعة من التهديدات تحدثنا عن محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني وكنا واضحين لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قدرات نووية لأغراض عسكرية ويجب أن تعود لكامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ونسعى لأن يمتد نطاق الاتفاق إلى مدى أوسع وأقوى فيما يتعلق بالشروط المفروضة على إيران وهناك أيضا أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن وفي العراق وفي سوريا وبالعمل مع شركائنا نسعى للحد من زعزعة إيران للاستقرار وتحميلها المسؤولية عن تصرفاتها هناك أيضا موضوع حرية الملاحة في مضيق هرمز في كل هذه المواضيع يجب أن ندافع عن مبادئنا وأيضا عن مصالحنا نعود إليك من جديد دكتور سامي نادي أستاذ العلاقات الدولية من بيروت إذن رفايل قرسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكر أنه وضع تقارير تجاوزات إيران على طاولة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما هو رد الفعل المتوقع إذن من المجلس؟ يعني هو أمام الإجابة عن أسئلة أساسية لأن آخر تقرير صدر أو ليس آخر تقرير ولكن التقرير الذي صدر في صيف عام 2020 يقول أن هناك مواد نووية تم العثور عليها في منشأة ناتنس وبالتالي حتى الآن لم تعطي إيران الأجوبة الشافية وهذا ما يطرح أسئلة جدية أمام مجلس الوكالة لأن هذه هي مهمة الوكالة الأساسية مراقبة ما تقوم به إيران وما يحدث داخل هذه المنشآت النووية ثانيا وهذا مهم جدا هناك تدابير اتخذتها إيران حينما قررت الانسحاب تدريجيا من الاتفاق النووي تتعلق برفع منصوب التخصيب هناك قواضين صدرت عن المجلس النواب الإيراني تصبح لها بتخصيب ما يزيد عن 60% من اليورانيوم وكما قال وكما ذكرتم في التقليل إيران اليوم تأخذ مسلح من حيث التخصيب وبناء قدرات نووية على وثيرة سريعة جدا مما يطرح تحدي كبير أمام الوكالة لابد للوكالة أن تحسن أمرها في هذا الموضوع بشكل سريع وطاري طيب لو سلمنا جدلا أنه تم التوصل لاتفاق نووي جديد وبموجبه تتخلص إيران من اليورانيوم أو مخزونها من اليورانيوم وأيضا تقلل أو تخفض من أنشطة تخصيب اليورانيوم هل بناء على ذلك يمكن أن ينحسر التحديد النووي لإيران إلى المستوى الذي حققه اتفاق 2015؟ أعتقد الاتفاق عام 2015 أصبح تخططه الزمن أولا فترة الزمنية التي هي مدته هي من 8 إلى 10 سنوات إذن هذا الاتفاق لا يدوم مفاعله لا تدوم أكثر من سنواتين ولكن هناك أسئلة اليوم أساسية عندما مثلا الإفراج عن الأموال كيف سوف تستعمل إيران هذه الأموال؟ هل سوف تستعملها لتمويل أنشطة أسكرية في المنطقة؟ هل سوف تستعملها لشراء أسلحة استراتيجية؟ السؤال السبب ما هي اليوم تتعلق به ملف الصواريخ الباليستية؟ هذا ما يزعزع في الاستقرار ربما أكثر من السلاح النووي لأن السلاح النووي ممكن ردعه أما الصواريخ الباليستية يحارج عن أي مراقبة وهناك أيضا دعم إيران بمؤسد تنظيمات أسكرية من لبنان إلى اليمن إلى غزة إلى إيران وهي بالتأكيد المواضيع التي تقلق المنطقة التحديدة شكرا لك من بيروت كنت معنا دكتور سامي نادر أستاذ العلاقات الدولية شكرا لك وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عبر عن أسفه للهجوم الحوثي على مأرب ودعا للضغط على الحوثيين لدفعهم إلى طاولة المفاوضات نتابع نحن نأسف للهجمات الحوثية على المدنيين وندعو كل الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار وبالتأكيد يجب الضغط على الحوثيين بشدة لدفعه إلى طاولة المفاوضات ويجب تحميلهم مسؤولية ما قاموا به خاصة العمل الأخير الذي قاموا به ويجب أن تكون هناك تبعات إن لم يأتوا للتفاوض وأيضا باب الدبلوماسية يجب أن يكون مواربا لأن النزاع هناك في نهاية المطاف سينتهي بقرار دبلوماسي سيقود لسلام دائم هناك أيضا تحديات تتراوح بين التهديدات التقليدية التي تواجه الدولتين خاصة فيما يتعلق بإيران نحن ننسق بشكل وثيق مع شركائنا السعوديين حول المحادثات الجارية في فيينا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وهناك أيضا تحديات جديدة مثل تهديدات المعلومات المضللة في الأمن الإلكتروني التي قد تكون صادرة عن دول معادية أو عصابات إجرامية ولكن في كل هذه المجالات هناك علاقات متينة يمكن الاعتماد عليها بين الدولتين في مجالي اقتناص الفرص ومواجهة التحديات نشرتنا مستمرة مشاهدين أو فيها بعد الفاصل مجلس الأمن يجدد لأمينه العام أنتوني جوتيريش في جلسة مغلقة أهلا بكم مشاهدين من جديد قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن تفجير سبها رسالة من الإخوان تستهدف عرقلة الانتخابات الليبية واعتبر باسماري أنه جرى استهداف مدينة سبها الواقع بجنوب البلاد لضعفها أمنيا بالإضافة إلى تواجد التنظيمات المتطرفة فيها في سياق ذاته استنكر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة التفجير مشددا على أن الحرب ضد الإرهاب مستمرة يأتي هذا فيما زادت الخلافات بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر بعدما حضر رئيس الحكومة مراسم تخريج دفعات جديدة للقوات الموالية لحكومته في مدينة بصراتة شاركت فيها عناصر محسوبة على ميليشيات المؤسسة العسكرية الليبية وتوحيد تشكيلتها ملف لا يزال يصطدم بعرقلة جديدة على رأسها التنفر بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وقادة الجيش الوطني فخلافة الدبيبة مع الجيش الوطني وقائده تتزايد يوما بعد آخر آخرها حضر الدبيبة إلى جانب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي لمراسم تخريج دفعات جديدة للقوات الموالية لحكومته في مدينة مصراتة تحت ما تسمى بعملية بركان الغضب التي تضم ميليشيات إلا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في المقابل تغيب عن عرض عسكري أقامه الجيش الوطني مؤخرا في بنغازي بمناسبة الذكرى السابعة لإعلان عملية ثورة الكرامة ضد الميليشيات في 2014 حضور الدبيبة واللافي الاحتفال أثار انتقادات محسوبين على الجيش الوطني من بينهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب الذي اعتبر أن مشاركة الدبيبة واللافي أمر غير مقبول كما حذر الميهوب مما وصفها بالتصرفات الاستفزازية للحكومة لافتا إلى أنها تشير إلى أن المؤسسة لن توحد وأن الرسائل تشير إلى جر البلاد إلى مزيد من الحرب والدمار من جانبه قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أن ما تمت مشاهدته في المنطقة الغربية من تخريج مزيد من العناصر الميليشيوية خطوة بعيدة كل البعد عن بناء مؤسسة عسكرية حقيقية فيما قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية ناجي مختار إن عملية توحيد المؤسسة العسكرية والأحداث والمناسبات توحي بتأجيل المشروع لما بعد الانتخابات روان حمزة العربية ميا القاهرة المشاهدين ومتابعة لهذا الموضوع معنا السيد عبدالستار احتتاء الصحفي المتخصص في الشأن الليبي مرحبا بك أستاذ عبدالستار معنا في هذه النشرة إذن هل تعمدت دبيب تصعيد الخلافات ما حفتر بحضوره حفلة تخريج هذا في مصراته؟ تستطيع أن تقول أن هناك قوة إقليمية هي من تصعد ويبدو أنها تستخدم السيدة بيبة وسيد عبدالله اللافي وبعض القيادات التنفيذية التي تم تصعيدها أخيرا لتنفيذ هذا المخطط يعني هناك أطراف إقليمية لا تريد الوصول إلى انتخابات لا تريد وجود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لا تريد للدولة الليبية أن تكون متماسكة وأن تكون قوية وأن يكون لها قرار ولا حتى أن يكون لها برلمان نزيه وقوي لهذا أعتقد أن السيد عبدالحميد الدبيبة يتعمد ومن ورائه الأطراف التي أشرت إليها وهي أطراف إقليمية ودولية وتريد أن تؤجل الانتخابات وتعرق المسيرة السلام التي وضعتها البعثة الأممية نفسها لكن هناك من يخالفك الرأي ربما سيد عبدالستار ويلقي باللائم أيضا على الجيش الوطني الليبي وخليفة حفتر بأنه هو من بدأ ربما هذا التوتر خاصة فيما يتعلق بمسألة أو العرض العسكري الذي نظمه الجيش الليبي قبل أيام يعني الأمور تظهر من خلال مؤشراتها منذ البداية كان هناك ملامح لانشقاق كبير ولعدم توافق هناك محوران يعملان منذ عام 2011 وهذان المحوران ما زال يتنافسان حتى الآن جابها فيها جيش الوطني الليبي يعني أصبح فيها جيش الوطني الليبي وبعض القيادات السياسية وجابها أخرى فيها المجموعات المتشددة والميليشيوية ومن تطلق على نفسها الثوار في شمال غرب الليبيان إسمحني بالانتقال معك إلى ملف آخر وهو تصريحات المسماري عن دور الإخوان أيضا في مسألة تفجير سبها هل تحمل هذه التصريحات في طياتها عدم اعتراف بدور داعش في هذا التفجير أم إشارة لعلاقة وثيقة بين الإخوان وداعش في ليبيا هو الجانب الأخير طبعا وهو وجود علاقة قوية ما بين جماعة الإخوان وتنظيم داعش جماعة الإخوان في ليبيا لوحظ خلال الفترة الماضية أنها تستخدم كل العناصر الإجرامية وكل العناصر الخارجة عن القانون بالإضافة إلى العناصر الإرهابية سواء كانت قاعدة أو داعش أو غيرها وهي قامت بهذا في حرب 2014 في مطار ترابلس وللأسف الشديد سقط الكثير من المغرر بهم من مدن شمال غرب ليبيا في هذه الحرب لهذا أنا أعتقد أن جماعة الإخوان وراء هذه التفجيرات من خلال وكلاء ومن خلال من تتعاون معهم في الداخل الليبي وللأسف الشديد أعود مرة أخرى وأقول أن الحكومة الحالية يبدو أنها تصير على نهج الحكومة السابقة أو المجلس الرئاسي السابق برئاسة السيد فيزو السراج وعدم قيام الأطراف المسؤولة في ليبيا سواء كان مجلس النواب أو غيره بمحاسبة المسؤولين السابقين ومعرفة ماذا كان يحدث من علاقات مع جماعة إرهابية وغيره عدم القيام بهذا يؤدي إلى استمرار الفوضى وعدم معرفة الحقيقة وعدم معرفة التحالفات في الداخل الليبي نعم شكرا لك يا القاهرة كنت معنا سيد عبدالستان احتيتاء الصحفي المتخصص في الشأن الليبي وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيجة إلى القاهرة لعقد مباحثات مع المسؤولين المصريين وتناقش المحادثات تثبيت وقف إطلاق النار وسبل إعادة إعمار غزة بالإضافة لبحث عقد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس يأتي هذا قبل أيام من اجتماعات للفصائل الفلسطينية في القاهرة لبحث جهود المصالحة دون تأكيد حول حضور رئيس فلسطيني محمود عباس للاجتماعات أعلن رئيس الكنيسة أن جلسة أداء اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة ستنعقد الأحد المقبل إلى ذلك تعقد الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة مساء اليوم اجتماعا للبحث في بدائل تتعلق بتنفيذ مسيرة الأعلام التي ينوي المستوطنون وأحزاب متشددة تنظيمها الخميس المقبل في ظل معارضة الشرطة الإسرائيلية وجهات أمنية أخرى وقد هاجم اليمين الإسرائيلية تخبط ما بين الإلغاء أو اللجوء إلى مسارات بديلة لا تمر من داخل البلد القديم في القدس المحتلة واعتبره استسلاما وخوفا من تهديدة حمس مئة قدس مشاهدين القدس الشرقية معنا مراسل عربية زياد حلبي مرحبا بك زياد إذن بعد أن تأكد أن جلسة أداء اليمين للحكومة الجديدة ستعقد يوم الأحد المقبل إلى أين وصلت جهود تشكيل هذه الحكومة إذن لا توجد جهود عمليا هناك توافق وتم توقيع اتفاقات اتلافية بين الأحزاب المشكلة سبعة أحزاب ستشكل هذه الحكومة سيرأسها أولا نفتالي بنت رئيس حزب يمينة اليميني عمليا وبعدها في عام 2023 سيرأفسها يئير لابيت زعيم المعارضة الإسرائيلية الحالية هذا بيّن الآن الجدول الزمني لما سيحدث الأحد المقبل ستعرض على الكنيسة وتنالي الثقة وتؤدي اليمينة القانونية في الكنيسة نتنياهو كان يراهن على إمكان أن ينشق أحد الأعضاء في حزب يمينة ولكنه أعلن قبل قليل بأنه سيدعم هذه الحكومة ما يعني بأنه منذ الأحد المقبل سيصبح نتنياهو رئيسا للمعارضة في إسرائيل طيب بالنسبة لمسيرة الأعلام التي سينفذها مستوطنون في الأيام المقبلة ما طبيعة الجدل المثار حول ذلك زياد؟ بدون أدنى شك بأن هذا الأمر يبدو لافتا جدا برأي مراقبين في داخل إسرائيل ما يحدث هنا في القدس الشرقية المحتلة أنت تعرف بأنه ثمت تتوترا كبيرا بسبب ملف الشيخ جراح وأمور أخرى على الأرض ولهذا عمليا جهات يمينية من بينها أحزاب مثل الصهيونية الدينية قررت أن تقوم بمسيرة الأعلام الاستفزازية التي عادة كانت تمر داخل البلد القديمة في القدس الشرقية المحتلة الشرطة الإسرائيلية أوصت بعدم تنفيذ هذه المسيرة لأنها لا تستطيع أن تؤمن عمليا حماية المسيرة يعني لماذا زياد؟ ما دلالات مرور المسيرة بهذه المنطقة من عدمها؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بأن الأمر سيؤدي إلى اشتباكات وصدمات عنيفة ما بين المقدسيين الفلسطينيين وبين المستوطنين وشرطة الإسرائيلية على المقلب الأخر الاعتبار هو اعتبار أمني جهاز الشباك أيضا أوصى بأن تقام مثل هذه المسيرة فقط في ساحة حائط البراق بأن تسمي إسرائيل حائط المبكة فقط بمعنى أن لا تدخل أصلا البلدة القديمة من القدس الشرقية هناك معلومات أخرى تتحدث عن أنية المستوطنين الهجوم على المسجد الأقصى كبديل لهذه المسيرة يعني هل يمكن تأكيد هذه المعلومة أم لا؟ هناك دعوات من قبل الجمعيات اليمينية المتطرفة بتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ردا على القيود التي قد تفرض على مسيرة الأعلام إن كان بإلغائها أو بتعديل مصار هذه المسيرة هذا يبين الجدل العريض الذي يدور في إسرائيل بين أيضا جهات أمنية وسياسية وداخل الحكومة هذا أمر يكاد يكون غير مسبوق أن تلتأم الحكومة الأمنية المصغرة من أجل مسيرة مسيرة أعلام في القدس الشرقية المحتلة هذا يبين عمق الأزمة الحالية واليمين عمليا ووزراء في اليمين يحذرون من أن عدم تسيير هذه المسيرة سيكون بمثابة تكريس معادلة تحاول حماس أن تفرضها بالتحكم بما يحدث في القدس عبر التهديد بالحرب نعم من القدس الشرقية كنت معنا مراسل عربية زياد حلبي شكرا لك زيادة على كل هذه المعلومات والتفاصيل أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتين مرزوخ الغانم رفع جلسة المجلس العادية المقررة اليوم لعدم حضور الحكومة بسبب جلس النواب على المقاعد المخصصة للحكومة وأشار الغانم إلى أن جلسة سترفع بناء على المادة 116 من الدستور وبذلك تصبح هذه المرة الثالثة التي يتم فيها رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة بسبب جلس النواب على مقاعدها نواب في المجلس عقدوا مؤتمرا صحفيا بعد رفع الجلسة طالبوا من خلاله الحكومة بتفنيد الاستجوابات المقدمة من قبلهم يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة يحضرها السفراء الأعضاء للتشاور في اختيارهم للشخصية التي سيرشحونها للجمعية العامة لمنصب الأمين العام الأمم المتحدة وتصدق الجمعية على اختياره أمينا عام للأمم المتحدة للسنوات الخمسة المقبلة وحتى الآن فإن المرشح الوحيد المنصب هو أنتونيو جوتيريش حيث لم تقدم أي دولة أخرى رسميا اسمي من مواطنيها لهذا المنصب نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد الفاصل وزارة الصحة المصرية تعلن عن بدء تصنيع لقاح السينوفاك الصيني محليا أهلا بكم مشاهدين من جديد قال الأمين العام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إن العديد من المناطق في تيجراي على شفى المجاعة محذرا من تفاقم الوضع ما لم يتم تحسين وصول المساعدات وزيادة التمويل هذا وألقى وزير خارجية إيرتريا باللوم على الإدارة الأمريكية في الحرب الحالية في إقليم تيجراي شمالية إثيوبيا قائلا إن اتهام إيرتريا بالتسبب في القتال لا أساس له من الصحة والآن مشاهدين إلى أخبار الاقتصاد معريمة إليك ريمة شكرا لك أحمد أهلا بكم من جديد إيجابية في التداولات الحالية على أسواق المنطقة قيم السيولة في دبي أكثر من 100 مليون درهم حاليا في أبوظبي نتخطى المليار درهم في الكويت نتخطى الأربعين مليون دينار والزخم مستمر في سوق الأسهم السعودية ومسجل قيم تداولات تفوق الخمسة مليارات ريال هذه نظرة إذن على المؤشرات خلفي مؤشر دبي على ارتفاع بصفر فاصلة اثنين في المئة هناك بعض المكاسب على دو طبعا تم تعيين رئيس تنفيذي جديد وهو فهد الحساوي أعمار للتطوير ارتفاعات بنصف النقطة المئوية ودماك قفزة باثنين فاصلة ثلاثة في المئة لا ننسى الارتفاعات الجيدة التي رأيناها يوم أمس على سهم دماك بأكثر من ستة في المئة هذه نظرة على الأسهم المالية في دبي دبي الإسلامي على ارتفاع GFH أيضا للإثمار القابدة صفر فاصلة سبعة في المئة من المكاسب وفي المقابل الإمارات دبي الوطني مسجل بعض التراجعات مؤشر أبوظبي حاليا على ارتفاع بصفر فاصلة ثلاثة في المئة نقن نظرة على الأسهم القيادية دانا غاز على تراجع العالمية القابدة أيضا في المقابل الدار على ارتفاع بأكثر من واحد في المئة هناك الدعم في أبوظبي من سهم الدار وأيضا من سهم ADCB لاحظوا بنك أبوظبي التجاري حاليا على ارتفاع باثنين فاصلة خمسة في المئة أبوظبي الإسلامي مكاسب أقل بصفر فاصلة أربعة في المئة واستقرار على بنك أبوظبي الأول مؤشرات الكويتية كلها على ارتفاع خلفي مؤشر الكويت الأول يرتفع هنا فقط المتكاملة على ارتفاع باثنين فاصلة ثمانية في المئة في المقابل بقية الأسهم القيادية على تراجع ولكن هناك بعض الدعم يأتي من الأسهم المالية في الكويت مؤشر سوق الأسهم السعودية كما ذكرنا ارتفاعات بصفر فاصلة اثنين في المئة وسط قيم سيولة الآن تتخطى الستة مليارات ريال لما لا ننظر على القطاعات سابق هنا على تراجع بي سي آي تراجعات بأكثر من اثنين في المئة سيكبام العالمية تراجعات باثنين في المئة تقريبا ماذا عن القطاع المالي ننظر عليه الراشحي هنا على ارتفاع الفرنسي أيضا أهل السعودي استقرار في المقابل الجزيرة وأملاك العالمية على تراجع قطاع الاتصالات بدوره هناك بعض التباين استيسي حاليا على ارتفاع بصفر فاصلة ثلاثة في المئة موبايلي أيضا على ارتفاع عذيب للاتصالات على ارتفاع ولكن موبايلي على تراجع هذه بعض الأسهم التي نتابعها في جلسة اليوم أرمكو استقرار لزرد حقوق الأولوية على تراجع بواحد فاصلة تسعة في المئة افتاحي طبعا كان في موافقة من هيئة سوق المال على تخفيض رأس مال الشركة وبنسبة خمسين في المئة تقريبا على كلنا المزيد بعد قليل مع ندين هاني والآن نستكمل النشرة معك أحمد تفضل شكرا لك ريمة يجتمع وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون في لوكسنبورغ اليوم بمناقشة استراتيجية شينغن نحو تعزيز حماية الحدود الخارجية وتحصينها وسيتم البحث عن ضمان إزالة المراقبة في الحدود الداخلية بالإضافة إلى مناقشة تقرير مجموعة الإرهاب حول الوضع الأمني في أوروبا كما سيتم نقاش خطة مواجهة الهجرة غير الشرعية ومشروع اتفاقية اللجوء صرح الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينسي السلتنبيرغ بعد زيارته للبيت الأبيض ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الصين لا تشارك ناتو القيم ذاتها وقال سلتنبيرغ للصحفيين إنه من المقرر أن يحضر بايدن قيمة للحلف في بروكسي المنتصف يونيو ليجري خلالها بحث قضايا مهمة للحلف من بينها الصين وروسيا وفي شأن متصل قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إنه يسعى للتوصل مع حلفاء بلاده إلى مقاربة مشتركة بشأن احتمال مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 المقرر إقامتها في بكين وهي خطوة يطالب بها عدد متزايد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سوى وشدد بلينكين على أن التوصل إلى مقاربة مشتركة سيكون أكثر فعالية من موقف أمريكي أوحدي وكان عدد متزايد من أساس الجمهوريين طالبوا إدارة بايدن بمقاطعة أولمبياد بكين احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما بحق الأويغور في إقليم شينجيانج وهو ما ترفضه الصين بشكل قاطع أعلنت الشرطة الكندية أن أسرة مسلمة مكونة من خمسة أفراد صدمتهم شاحنة عمدا ما أسفر عن مقتل أربعة من أفرادها فيما يرقد الخامس في المستشفى في حالة حرجة الواقعة حدثت في مدينة لندن جنوب غرب مقاطعة أونتاريو الكندية وألقت الشرطة القبضة على مشتبه به يدعى نثانيال فيلتمان الذي يواجه أربعة اتهامات بالقتل العمود اعتبرت الخارجية الصينية أن الاتهامات الأمريكية لبكين بشأن منشأ كورونا تسييس لقضية صحية وقالت إن اتهام واشنطن لها حول تسرب كورونا شبيه باتهامها للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل وكان تقرير صادر عن مختبر حكومي أمريكي بشأن أصل فيروس كورونا قد خلص إلى أن فرضية تسرب الفيروس من مختبر مدينة وهان الصينية معقولة وتستحق المزيد من التحقيق وفقا لما نقلته صحيفة والس دي جورنال الأمريكية عن أشخاص مطلعين على الوثيقة السرية أعلنت وزارة صحة في مصر عن بدء إنتاج لقاح سينوفاك الصيني لفيروس كورونا في منتصف شهر يونيو بينما أفادت وزيرة الصحة هالة الزايد بأن اللقاح سيحتاج إلى نحو ستة أسابيع لإجراء الفحوصات قبل طرحه في مراكز التطعيم وتتوقع مصر الحصول على المواد الخام لتصديع أكثر من أربعة ملايين جرعا من اللقاح هذا الشهر بينما تخطط لتصنيع نحو أربعين مليون جرعا هذا العام يدرس علماء أمريكيون حاليا فعالية لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها وما إذا كان ضروريا أخذ جرعات معززة بعد مدة معينة علماء أمريكيون يجرون تجارب على إذا ما كانت الجرعات المعززة فعالة ضد المتحاورات من الفيروس وإمكانية التبديل بين لقاحات كورونا بهدف تقوية المعززات مع انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا حول العالم بدأ الكثيرون يقلقون من فعالية اللقاحات ما دفع باللقاحات المعززة إلى الواجهة حتى الآن ما زال العلماء يبحثون عما إذا كانت هناك حاجة لمعززات لإنتاج دفاعات جديدة ضد فيروس كورونا مثل فيروسات الإنفلونزا التي تتحور باستمرار كما أن العلماء يبحثون على علامات بيولوجية يمكن أن تكشف متى تصبح الفعالية ضد كورونا غير كافية لتحديد علامة لمعرفة أنه حان الوقت لأخذ جرعات إضافية ولا علم حتى الآن حول مدى الاستجابة المناعية بعد مرور عام من أخذ اللقاح ولكن هناك أملا ضئيلا بأنه من الممكن أن تستمر المناعة لسنوات ضد السلالة الأصلية من فيروس كورونا وفقاً لأحد العلماء بمعهد مارشفيلد للأبحاث بحسب صحيفة نيويورك تايمز علماء أمريكيون من جامعة بنسلفينيا قالوا إن فعالية اللقاحات تختلف بحسب التقنية المستخدمة فاللقاحات التي تعتمد على تقنية mRNA مثل فايزر وموديرنا وجونسونان جونسون لديها فعالية أكبر مقارنة بتلك التي تعتمد على الفيروسات المعطلة مثل لقاح سينوفارم الصيني وفيما يتعلق بتبديل نوع اللقاح تشير الكثير من الأبحاث إلى أن تبديل اللقاحات يمكن أن يقو المعززات عن طريق الحصول على جرعة من لقاح يختلف عن النوع الأصلي وبالنسبة للمعززات بهدف منع الإصابة بالسلالات الجديدة فالأمر ليس واضحا بعد في هذه المرحلة حول كيفية عمل اللقاحات الحالية ضد السلالات المختلفة بحسب العلماء رشخيات العربية بدأت المشاكل التي سببها فيروس كورونا تتفاقم في المجتمعات الأوروبية فمنذ الإقلاق العام في فرنسا وضع أصحاب بطاعم أيديهم على مواقف السيارات في شوارع المدن الكبرى لتكون شرفات لاستقبال زبائنهم ما أدى لتذمر سكان المناطق ليف بزاري معه تفاصيل أصبحت هذه الأرصفة التي حولها كورونا إلى شرفات مطاعم محور جدل بين الباريسيين فمنهم مع إعادة الحياة إلى الأحياء السكنية عبر فتح أبواب المطاعم ومنهم من يتذمر من وجودها والضجيش الناتجي عن روادها ليلا إذ أجبر أصحاب المطاعم إلى تحويل مواقف السيارات المحاذية لمطاعمهم إلى شرفات مطاعم في الهواء الطلق ما أدى إلى تذمر سكان الأحياء السكنية من هذا الوضع نظرا لعدم قدرتهم على ركن سياراتهم وأحيانا عدم القدرة على الماشي على الأرصفة الباريسية الضيقة نطلب إذنا من جيراننا في الرصيف المقابل لوضع طولاتنا وشرفاتنا سكان حينا سعداء لفتح مطاعمنا بدلا من الذهاب إلى ضفاف نهر الصين أو الشانزاليزي حصل أصحاب هذه المطاعم على ترخيص من بلدية باريس لفتح هذه الشروفات فيما رفع بعض السكان شكواهم للبلدية والبعض منهم اقترح استغلال الساحات العامة الكبيرة لتكون شروفات مطاعم كساحة الكونكورد وساحة المادلين وكذلك بعض الحدائق العامة بدل أزقة وشوارع أحيائهم لسنا قادرين على إيجاد مواقف لسياراتنا في أحيائنا وأحيانا نبحث عن موقف لمدة عشرين دقيقة حول مسكننا ولا نجد بين تذمر مما تسمى مطاعم الهواء الطلق والانفراج الاقتصادي وبعد ستة أشهر من الإغلاق تعود المطاعم والمقاهي الفرنسية إلى فتح أبوابها لخمسين في المئة من قدراتها الاستيعابية وجلو ستة أشخاص كحد أقصى حول الطاولة نفسها وابتداء من التاسع من حزيران يونيو سيصبح بإمكان تلك المطاعم استقبال الزبائن في قاعاتها الداخلية ودائما بالحفاظ على الشروط الصحية الخاصة بفيروس كورونا ليث بزاري العربية تاريس والآن مشاهدين إلى أحوال الطقس مع الزميلة بنان أهلا بكم مشاهدين حالة الطقس الخاصة باليوم الثلاثاء نبدأها من السعودية حيث تكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات من منطقة مكة المكرمة وإلى العاصمة الرياض الطقس صاف ودرجات الحرارة تكون في أوائل المستويات الأربعينية تنخفض ليلة إلى أواخر المستويات العشرينية نسب رطوبة منخفضة تسجل 8% ويطرأ نشاط على حركة الرياح مما يعمل على إثارة للأتربة والغبار أما في العلاء الطقس صاف ودرجات الحرارة في أواخر المستويات الثلاثينية مع نسب رطوبة دون العشر في المائة وحركة الرياح خفيفة جدا وفي الدمام الأجواء مغبرة اليوم ودرجات الحرارة في أوائل المستويات الأربعينية نهارا تنخفض ليلة إلى الثلاثين نسب رطوبة تزيد عن 20% ويطرأ نشاط كبير على حركة الرياح يصاحبه هبات قوية مما يعمل على إثارة للأتربة والغبار وإلى دبي الأجواء صافية درجات الحرارة في المستويات الثلاثينية نسب رطوبة مرتفعة تقترب من 70% وحركة الرياح معتدلة قد تنشط أحيانا أما في بيروت الطقس صاف ودرجات الحرارة في أواخر المستويات العشرينية تنخفض ليلة إلى أوائل هذه المستويات حركة الرياح خفيفة ونسب رطوبة تقترب من 60% وإلى المدن الأوروبية من العاصمة لندن الطقس غائم كليا درجات الحرارة في أوائل المستويات العشرينية تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات حركة الرياح تكون خفيفة إلى متوسطة ونسبة رطوبة تزيد عن الأربعين في المائة مشاهدين بهذا وصلنا إلى نهاية أحوال الطقس إلى اللقاء وفي ختام نشر مشاهدينا نذكر بأبرز العنوين تضارب في الأنباء بشأن الإفراج عن القيادي في الحجد الشعبي العراقي قاسم مصلح مكنزي يؤكد أن إيران تشكل أكبر تهديد إقليمي وأن الوجود الأمريكي يهدف لردع سلوكها جوتيريش يحذر من تدهور الأوضاع في تيجراي ووزير خارجية إيرتريا يحمل واشنطن مسؤولية الحرب بكين تشبه اتهام واشنطن بتسرب كورونا من مختبر أوهان باتهام العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل مزيد من الأخبار منشاهدين وملفات أخرى على العربية دوتنت وخدماته الإخبارية متوفرة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لحسن المتابعة وفي أمان اشتركوا في القناة